يعتبر القطاع الصحي من أهم القطاعات ويجب تزويده بالمعدات الطبية اللازمة باستمرار من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية ولأحمية ذلك بادرت منظمة انترسوس الدولية بتقديم بعد المعدات الطبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي ذات المرجع الوطني وهذه المساعدات هي إبارة عن أجهزة طبية وكراسي ومراتب وأسرة وأجهزة حاسوب وبعض من المستلزمات الأخرى فضلاً أن تهديس قسم الصحة العقلية بالمستشفى بيرو جينجاو مشرف العنشطة الطبية بمنظمة انترسوس قال إن منظمته هي منظمة إنسانية دولية تأسست في إيطاليا منذ العام 2004 والحدف من إنشائها الوقوف بجانب المواطنين فضلاً عن مكافحة العنف القائم على النوع من خلال أنشطة الوقاية والتوعية المدير العام النائب للمركز الاستشفائي الجامعي هسين كورومي تتا أشاد بهذه البادرة موضهاً بأن القطاع الصحي شأن يحم الجميع بينما أوضح مسؤول قسم الصحة العقلية إبراحيم أبد الله صديق أن أحمية هذا القسم في تعزيز وترقية الصحة العقلية حذا وفي نهاية المناسبة قام مسؤول منظمة انترسوس برفقة مسؤولي المركز الاستشفائي الجامعي بزيارة إلى قسم الصحة العقلية الذي قامت بتحديثه منظمة انترسوس ترجمة نانسي قنقر